سلام مرة أخرى ما زلنا نحكي على الشخصيات في التحليل النفسي المرة هذه بش نفهمكم نلخص لكم على قد ما نقدر دروس ودروس نظريات ونظريات وسنوات كيفاش نقول سنوات دراسة في مجال علم النفس والتحليل النفسي. كما نعرف يربط التحليل النفسي المرض النفسي والعقلي بكيفية توزيع الطاقة الجنسية العاطفية داخل الجهاز النفسي. سبق واتطرقت للموضوع هذا تشكيل الجهاز النفسي تشكيل أو مكونات الشخصية المراحل الأساسية للنمو النفسي على حسب فخود على حسب نظريات التحليل النفسي وانو عندي تاني دي بودكاست واحدين أخرين على نظريات واحدين أخرين لأنو في علم النفس ما كانش غير فخود كان اللاكون كان جنب ياجي كان بزيف بزيف كثير المحللين والعلماء في هاد المجال عندي دوتر بودكاست المراحل النمو التربوي للجنب ياجي الناس اللي يهم هالأمر كيف قلت التحليل النفسي يربط بين المرض النفسي والعقلي وكيف يتوزيع هذا الطاقة الجنسية العاطفية داخل جهازنا النفسي يعني إفراغ الطاقة النفسية رايح يحقق لنا مبدأ اللدة ويخلي الإنسان يتفادى القلق والمرض النفسي كيف نقول إفراغ الطاقة النفسية ما رايحينش نمشي وغير بمبدأ اللدة ورايح يتحكم فينا غير المكون هداك اللي حكينا عليه من قبل مكون الهو يعني أبخي أبخي الفرق بين الإنسان وبين الحيوان اللي ما عندوش عقل وما عندوش ضمير وما عندوش ما يعودش هناك فرق بيناتهم الأثنين لهذا كيف يصير أفراغ طاقة النفسية والعاطفية رايح يصير بفضل الأن الأعلى وبفضل الأن اللي رايح يوازن بين هادو كامل اسمعوا البودكاست اللي قبل تفهموني لأنه البودكاست هذا تكملة دونك رايح التفريغ هذا سيكم ينسخ دسو بابا رايح يخرج الطاقة هدي وما رايحش يخليها تتكدس لأنها إذا تكدس الطاقة النفسية داخل الجهاز النفسي هذا رايح يؤدي لعدم تحقيق مبدأ اللده بفعل الكبت والقمع الشديد وهذا رايح يؤدي للمرض النفسي والمرض العقلي دونك كيفاش رايح الإنسان يقدر يفرغ طاقة نفسية العاطفية تايعو ويحقق مبدأ اللده بصفة بمانيار دون فاسون أدابته بطريقة يتقبلها المجتمع أو يتقبلها العرف والتقاليد ويتقبلها المجتمع اللي رايح عايش فيه عن طريق الحلم عن طريق حاجات لا شعورية عن طريق زالات اللسان عن طريق زالات القدم كان حاجات يخرجوا في بعض المرات لا شعور يسمح لهم أنهم يطلعوا للصدح كيف ما حكيت هزوا نفس المثال انت على الجبل الجليدي لايس بيرغ هذك وش كاين مخفي من تحت الماء وش كاين على السطح هذك المخفي هذك يكون لشعور والسطح رايح يكون الشعور من أهم من أهم التقسيمات الشخصيات في خلق قسم القسمين قسم الشخصيات القسمين من جهة نلقاو الدهان اللي الدهان ومن جهة نلقاو العصاب الدهان هو اللي رايح يخلي أفا الشخصيات الدهانية رايح يترتب عنها بعض الاضطرابات في العمر الراشد عندما الإنسان يقول لي راشد كما قلت وعودت في اللايفات وفي البودكاستات والفيديوهات اللي سبقوا رجعوا لهم البودكاستات القدم في نفس الموضوع لا إفراط ولا تفريط لإشباع رغبات الطفل الصغير في الصغر كيفاش للمساعدة على النمو النفسي هايح يكون هناك إشباع لرغباته عن طريق الرضاعة عن طريق أنك تهتم به عن طريق أنك تعلموا حاجات تعلموا نضافة وبعد أرجعوا للمراحل تعالنمو النفسي عند فخد راحين تفهموني حاكي عليهم ما نقبل دونك في هاد الإشباع هذا ما لازمش يكون إفراط ولا تفريط لأنه عند الإفراط أو عند التفريط رايح النمو يثبت تطبيط يعني النمو النفسي العاطفي يتوقف في مرحلة وين كان فيها إفراط أو تفريط في هاد الإشباع جسد الإنسان بيانسور رايح يكمل في النمو لكن النمو النفسي العاطفي يتوقف يقدر يتوقف في عمر الثانية صرات صدمة أو صرات إفراط أو تفريط يقدر يتوقف في عمر الرابعة يقدر يتوقف في عمر السابعة لهذا نقول لكم مش معناته أنه الإنسان عنده سبعين سناء أنه نمو متع إنسان سبعين سناء يقدر يكون نموه النفسي توقف في عمر السابعة وإضطراب أوفان وسلوكاته تدل على كأنها سلوكات تعطف في عمر السابعة علاش لأنه نفسيا وعاطفيا نموه توقف عند العمر هذا يعني العمر ماهو إلا رقم كما تلقى تاني وحايت صغار لكن عندهم تفكير تحناس كبار كيف يكون النمو توقف قبل السن قبل المرحلة التناسولية أو المرحلة القضيبية أرجعوا مرة أخرى للبودكاست تع المراحل تع النمو النفسي عندها فخير تفهموني أكثر كيف يكون النمو توقف قبل المرحلة التناسولية هذا معناتها التركيب تع الشخصية راح تكون ذهانية يعني رايح يكون فيها أكثر مرض عقلي وهذا رايح يتشكل بلوتاغا في المستقبل كيف الإنسان يكبر رايح يكون عنده اضطرابات ورايح يكون عنده مرض كيما الانفسام البرانويا ازدواج الشخصية المرض العقلي لديمونس هو يكون عنده إنسلخ كلي من الواقع لأنه قبل المرحلة التناسولية وقبل ما نوصله الأوديب يكون مبدأ العدوان واللي بدول اللي يتحكم في النمو ويتحكم في الإنسان ونتم اللي يتشكل المكون تع الغرائز والإنسان فيها ديك يكون يمشي غير بغرائز من بعد إذا النمو توقف فيه من بعد المرحلة التناسولية رايح التركيبة تكون عصابية اللي نعفو بالعصاب وهذا رايح يتشكل أو يترتب عليها فيما بعد فوبيا نوبات فزع اكتئاب هستيريا وسوس قهري عصاب الصدمة عصاب الحرب يعني رايح يكون انسلاخ جزئي من الواقع بين الدهان وبين العصاب كاين كيفاش نقول كاين كاين واحد المكان في الحدود اللي ترتب عليها اضطرابات تمس قليلا الدهان وتمس قليلا العصاب وهاد الحدود هادو نعرفوهم باضطراب الشخصية الحدية وهاد الشخصية الحدية لاقوني في البودكاست جاي راح نعمل بودكاست خصيصا باش نتحدد فيه على اضطراب الشخصية الحدية موضوع طلبته اللي في البيض وباش نجاوبكم عليه ونحكي لكم عليه المرة الجاية دونك ها توت سويت في بودكاست اللحق سلام موسيقى